بسم الله الرحمن الرحيم انا بعد ما اضربته حوالي لتر بعد ما اضربته كويس ونعمته اضربته كمان حوالي طمط متين بس مش قوي يعني وخلطته مع بعض معي مرحو في الفلسود معي صلصة معلقتين دقيق معي بصل متقطع خشن مكعبات ومعي كمان بصل مفروم ناعم ومعي شوية دقيق كده للطبطين عشان ابطن الكفتة بيها كونات سهلة فهاش حاجة خش على الطريقة هتقبل البصل المفروم ناعم بملح وفلفل اسود هقلب كويس مع الملح والفلفل وبعد كده هخلط البصل هخلطه مع اللحم المفروم تمام هنزل باب البصل على اللحم المفروم هقلب كويس علشان يمتسجه سوا كويس كده تمام اللحمة كده هحطها في التلاجة حوالي ساعة علشان تتشمها كده خلصا خرجت اللحمة بعد ساعة قريبا لشكلها هبدأ بقى ان انا صبع من الكفتة وحطها تتبطن في الدقيق بس الاول كده هادهن ايدي بشوية دقيق صغيرين علشان بيلزعش الكفتة في ايدي أبدأ اخد بقى حتة لحمة مفرومة واشكلها كده بنراحة ايدي على شكل دايرة شكلها كويس علشان متشوقش مني وتفتح انا بفضل في كفتة داود باشا ان انا بأفضلها بأيعملها كبيرة بيبقى شكلها لطيف ألطف كمان مش بتفك بسهولة هرقها كويس بنراحة ايدي لشكل دايرة تمام واحدة كمان تمام هبدأ بقى بطانها كده بتدقيق أحركها علشان دقيق يغلفها كلها بالشكل دا كده تدقيق يغلف كل الكفتة انا على البتجاز حتى طاصة تسخن حتى فيها حوالي معلقة زبدة ومعلقتين زيت تسخن كويس وابدأ أنزل بالكفتة فيها كده خلاص يسخن تمام هبدأ أنزل الكفتة واحدة واحدة في الطاصة وبيشويش علشان شكل الكورة اللي أنا عاملاها يعني ما يتغيرش تسخن تسخن هتبدأ على طول إن شاء الله هتاخد لهم من تحت وبشويش كده هحركها علشان ما تلزقش بحذر شديد بشويش واحدة واحدة كمان طبعاً وانا بنزلها بيبقى متخلصة من بواية دي بها إزاها كويس أوي عرشان ما بيبقاش فيها بواية دي فتحرق تعمل دية حرق في الطاصة هبدأ أنزل الكفتة يعني يبقى متماسك وتاخد تبدأ تاخد لهم من تحت أيوة كده نبتاخد شوقت خالص هي حوالي ديها بالضبط وأبدأ أحركها تاخد وشها من فوق كمان قلبها الريحة طبعاً طالعة حلوة قوي 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 مهم قوي الخطوة دي إن أنا أخد الكفتة تحميرة كده في الطاصة هي بتاخد نص سوى لو أتحطط على طول في الصلصة من غير الخطوة دي النتيجة ما بتبقاش كويسة قوي تبقى بحس إن الكفتة كده بتبقى مع الجنة مهم قوي الخطوة دي كده خلاص قريباً هي استود حمرت يعني بالشكل ده خلاص هابدأ أطلعها بقى في الطبق كفتة كده لونها بقى أحلى عن ما تحطط لو تحطط وهي مش متحمرة وطبعاً بتفرق في الطعم كمان معلقة الزبدة اللي أنا بحمرها فيها بتطفي عليها طعم جميل كده خلاص مكان التحمير أنا هنزل في الطاصة هنزل بالبصل هقلبه كويس عايزاي يحمر شوية الخطوة دي مهمة جداً لأن البصل بيأخد من طعم الكفتة مكان ما تحمرت تمام هو ده اللون اللي أنا محتاجيه مش أكتر من كده هنزل بالبصل بمعلقتين دقيق علشان يدوني سمك للسلسة سمك كده للقوام بتاع السلسة هقلب كويس لو غاية الدقيق ما يختفي علشان أطبع إن الدقيق يستوى تقليبة كمان كده تمام هنزل بقى بالعصير الطمط هقلب دي بيعمل عملية ربط ما بين السلسة والبصل فبيدي قوام قوام متماسك بيبقى قوام سميك شوي بقاش مجرد سلسة كده يعني طرية أو صيصة هنزل طبعا على السلسة بمعلقات سكر أي طماطم لازم معلقات السكر معي عشان تمنع الحمودة وكمان هي بتعادل طعم الطماطم معي كمان هنزل بالسلسة كمل تقليب السلسة عشان يمتزق كل الخليط مع بعضه تقريبا برضو هي مجرد دقيقتين بس وهتستوي إن شاء الله تاخدش وقت بتغلي في الوقت ده هنزل باقي يا تبلها معلات ملح معلات صغيرة كمان وشوات فلفل سود أنا مش بكتر ملح لإن أنا قريدي حط على الكفتة ملح وفلفل كده خلاص الصلسة دخل على السوى حاجة بسيطة جدا وتكون السبكت كده تمام هي السبكت وبقت جهسة خلاص بقت تمام ده الخليط اللي أنا عايزة دي اللي أنا حطيته وعمل عملية ربط كده وخلى الصوس ده كسيف أنزل باقي بالكفتة واحدة واحدة في الخليط ده تكمل سوا معاه طبعا لازم أحرك كده بشويش علشان الصلسة ما تلزاش في الطوصة لأنها ما فعشت سوائل كتير فممكن بسرعة أو بسهولة إنها تلزق مهم إن أنا حركة كل شوي المنظر طبعا جميل والريحة أجمل هقلبها بقى علشان الكفتة تتغلب كلها بالسلسة نحرك الطوصة وقلبها مشويش كده الكفتة كلها متغلبة بالسلسة تمام مش بتاخد وقت خالص لأنها أصلا هي تعتبر مستوية نحن حمرناها وخيرت نص سوا تاخد بس غلوتين معها وبعد كده هدخلها للفرن تتشمع بس بالزبط خمزة تحت الشوايا خلاص كده أنا خركت الطاجن من الفرن السلسة بتاعته حلوة قوي مظبوطة الكفتة جميلة ما شاء الله يدوب بس تشمعت شكلها حلو قوي افتح واحدة كده من جوة جميلة جدا هشة مستوية كويس جميلة بصراحة ياريت تجربوا الوصفة دي إن شاء الله وتقولوا له رأيكم فيها اختيارات التقديم زي ما تحبوا أنا قدمتها مع رزب شعرية ومع خضرة جرجير ومع صالة خضرة وقدمتها كمان مع بطاطس شبسي ممكن تتاكل بالعيش يعني زي ما حضراتك وتحبوا لو طبع النهاردة عجبكو ياريت لايك وشير وسابسكرايب علشان يوصلكو كل جديد في قناتي هشوفكو على خير باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر